شكرا سيدة اللواء حسان بدر الدين الرئيس التنفيذي لدماص مصر حينما يريد لك الله أن تطرق باب العلم أي علم من باب الأزهر الشريف فهو علم أزهر وشريف بتوفيق من الله وبإذنه وندع الله أن ينفعنا آمين يا نعم المجيب وذاك العبد ترزقه علمت من علم عجيب ونيته كما ظنوا يفيد الناس من فضلك وباسمك سوف يبدأنا يحاضرنا أحمد حبيب سوف نبدأ الآن هذه المحاضرة مراحل ومهارات بناء منظومة الهوية المؤسسية الرقمية المتكاملة مع خبير منظومة الهوية المؤسسية الرقمية المتكاملة الخبير الدولي أحمد حبيب السلام عليكم ورحمة الله ألف أهلا وسهلا بحضرتكم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي حقيقة يقولون من أخصب تخير من وجد الأرض الخصبة تخير المرعى لكني أجدها اليوم تنقلب علي من أخصب تخير فماذا أقول وبماذا أبدأ لكن أكل الله سبحانه وتعالى بداية في هذا اليوم المبارك أبدأ بشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الجامع الطيب والشكر جزيل لفضيلة إباعي الكبر الشريخ أحمد الطيب على كل ما يقوم به تجاه أصدرنا العامر به وبعلمه وبالقادة وهال الشكر والتقدير لمعالي الوكيل أستاذ دكتور محمد الضغيني وكل المحبة والشكر والتقدير والعرفان والاحترام لهذه العالمة الجليلة أستاذ دكتور نهل الصعيدي مستقفار شيخ الأزهر لحول الوافدين ورئيس مركز تطوير وتعليم الطلاب الوافدين والأجانب الأزهر الشريف وكل المحبة والتقدير لشريكي العزيز المحكم سعادة اللواء حسين بدر الدين على جهود المضنية المتواصلة الدائمة في تعزيز ثقافة الهوية المؤسسية الرقمية المتكاملة وفي شكر موصول لكل علمائنا وأسدتنا الأفاضل الأجلاء الكرام وضيوفنا والقاعدة في كل الكينات التعليمية في الأزهر الشريف وخارج الأزهر الشريف والشكر موصول للسباب لكل من أعطانا من وقت وحضر اليوم أهلا وسهلا بحضرتكم والشكر موصول لكم جميعا سأهلا ومرحبا عندما تعطيني وقتك فأنت تعطيني شيء لا يمكنني أن أعيده لك فإن شاء الله لن أجعلك تندم ترجمة نانسي قنقر